في طريق كهذه وعرة وشاقة طويلة ومرهقة يسير هذا الطالب بخطوات مثقلة حاملاً حقيبته المدرسية وقدميه في عزم للين العلمي وتصميم للحصول على النجاح ليصل وقد تقطعت أنفاسه إلى هذه المدرسة والذين مسوحنا كعاملين مباشرين في هذه المدرسة نجد تعب كثير في هذا العمل في هذه المدرسة لعدم وجود المبنى لعدم وجود الحمامات لعدم وجود المستلزمات المدرسية لعدم وجود المقاصف لعدم وجود أشياء كثيرة تحت أقفى المدرسة شأنها شأن المدارس الأخرى ومن مناطق عدة متجاورة لمنطقة الكشار التي تقع في صبر بمحافظة تعز يسر ما يقارب الثلاثمائة طالب وطالبة على مواصلة التعليم رغم كل هذه الظروف السيئة وتحت هذه الشمس الحارقة وفي ظل هذه المدرسة التي بلا سقفة تحاول هذه الطالبة حماية رأسها المتعب مرة الشمس نقلس بلقاء مرة يعني ما أقدرش الشمس مرة ما فيش فصول ما فيش عندنا فصول ولا شيء نقلس بالأرض مدرسة بدون مبنى مكان مفتوح لا توجد فيه أي مقومات حقيقية للحياة فضلا عن التعليم وتحت هذا العراء يدرس أبناء منطقة الكشار بصبر لا سورة هنا غير الإرادة أعمدة لمبنى لم يكتمل وسط نبات غير صالح للمكوث فيه هذه بوابة المديرية هذا المدخل الرئيسي لمديرات المشارعة وحدنا بالرغم من هذا المدخل الرئيسي لأنه يفتكر لحاجة كثيرة المدرسة ما فيش مدرسة ما فيش قومة هي للطالب لكي يكتسب المعلومة بالشكل الصحيح الآن الطالب يكتسب تحت ظل الأشجار وبقانب المستوصف وبقانب الجامع وبقانب اللباء وتحت الشقر وليقد لدينا مبنى تعليمي لذلك تكون نسبة الفهم عند الطالب ويصل المعلومة ضائفة جدا 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 وفق تصريحات التربويين في المنطقة فلا أحد من الجهات المعنية تفاعل مع نداءات الأهالي لتوفير المستلزمات المدرسية الضرورية ويحاول المعلمون الذي يعمل بعضهم بشكل طوعي وفي ظروف بالغة الصعوبة تقديم الحصص المدرسية بشكل يومي لطلاب يتخذون من العشب فراشا ومن السماء لحافا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر